دايماً بنسمع مصطلح الحرب البردة لوصف حقيقة الصراع اللي كان قائم بين الولايات المتحدة من جهة والاتحاد السوفيتي من جهة تانية وبنسأل نفسنا هو كان إيه المقصود بالحرب دي وإيه هي الأسباب اللي قدت لقيامها وإزاي انتهت رغم عدم وجود مواجهات عسكرية مباشرة بين الدولتين دول الحرب دي كانت بين أقوى قوتين عظميين في منتصف القرن اللي فات واستمرت حوالي 50 سنة وتسببت في النهاية في انهيار الاتحاد السوفيتي وإزالة جدار برلين الفصل بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية ما تيجو نعرف القصة من البداية بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد عرض من الباحثين بيؤمن أن الحرب البردة بدأت مع انتهاء الحرب العالمية التانية بهزيمة ألمانيا النازية خاصة أن وزير الدعاية النازي جوزيف جوبلز حذر منها وأكد أن العالم هيشهد حرب بردة لو الألمان بقيارة أدولف هتلر خسروا الحرب لدرجة أن كمان تنبأ بحية انقسام ألمانيا بين الكتلة الشرقية بقيارة جوزيف ستالم من جهة وبين الكتلة الغربية بقيارة الولايات المتحدة من جهة تانية وبالرغم من كده إلا أن عدد كبير من المؤرخين بيعتقد أن السبب في قيام الحرب البردة كان أقدم من كده بكتير وده لأنهم مؤمنين بأن التنافس الناتج عن اختلاف الايدولوجيات زي الرأسمالية والشيوعية بيعود لانهيار الامبراطورية الروسية ونشأة الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب العالمية الأولى وهو ده التاريخ الحقيقي لبداية الحرب البردة اللي هنتكلم عنها النهاردة مصطلح الحرب البردة تم استخدامه أول مرة على يد الأمير الأسباني خوان إيمانويل في القرن الرابع عشر والأمير كان بيطلق المصطلح ده في خطاباته للتعبير عن تفاقم الصراع العالمي ساعتها بين القوى العظمى وده لأن الممالك والامبراطوريات وقتها كانت بتدخل في مواجهات ضد بعضها لكن بشكل غير مباشر وبالرغم من سيوعه بشكل ملحوظ للتعبير عن العداء بين الامبراطوريات في القرن التاسع عشر إلا أنه أصبح متداول بقوة بعد استخدامه بواسطة الكاتب الإنجليزي جورج أورويل في 19 أكتوبر عام 1945 بعدما ذكروا في مقالته بجريد التريبيون البريطانية تحت عنوان أنت والقنبولة الذرية اللي كان بيحذر العالم فيه من خطورة اندلاع حرب عالمية جديدة يتم استخدام القنابل الذرية فيها بعدها تم ذكر المصطلح على يد الاقتصادي الأمريكي بيرنارد باروش في بداية عام 1947 وفي نفس السنة أطلقوا الكاتب الصحفي والتر ليبمن من خلال كتاب بيحمل عنوان الحرب البردة وأصبح العالم كله بيستخدمه للتعبير عن حالة العداء التاريخي اللي كان موجود بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وبالرغم من أن بعض الباحثين مؤمنين بأن السبب في العداء ده هو انقسام العالم بينهم مع انتهاء الحرب العالمية التانية إلا أن المؤرخين بيعتقدوا أن تاريخ الحرب أقدم من كده بكتير وتحديدا في عام 1917 أثناء الحرب العالمية الأولى نجح البلاشفة في الإطاحة بحكم القيصر نيكولاس الثاني وساعتها قامت الحرب الأهلية الروسية بين الجيش الأحمر بقيارة فلاديمير لينن وبين الجيش الأبيض اللي أطلق عليهم المناشفة في العام ده كان البلاشفة واصلوا الحكم روسيا وكانت أول قراراتهم هي الخروج من الحرب العالمية الأولى والتوقف عن مهاجبة ومحاربة الإمبراطورية الألمانية والحركة دي اعتبرتها دول التحالف زي الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا أشبه بالخيانة وده بشهادة المؤرخ سبينسر تاكر خاصة أن المد الشيوعي مع انتهاء الحرب العالمية الأولى كان بدأ يغزو العالم وحب أفكرك بأن الشيوعية هي المنافس الرئيسي للرأس المالية اللي بتنتهجها دول التحالف خاصة الولايات المتحدة الأمريكية البلاشفة ساعتها اشتغلوا على تصدير أفكارهم وأيدولوجياتهم للعالم كله ودعوا شعوب أغلب الدول الرأس المالية للتمرض والانقلاب على حكامهم الرأس الماليين فرفضت الولايات المتحدة الاعتراف رسميا بالاتحاد السوفيتي لغاية عام 1933 وكثفت جهودها لتمويل الدول بمبالغ ومساعدات مالية ضخمة الاقتناع هتن بأن الشعوب مش هتنقالب على الحكام الرأس الماليين طالما حالتهم الاقتصادية منتعشة حرفيا الولايات المتحدة كانت بتنفق مبالغ رهيبة لدعم اقتصاديات الدول الفقيرة أو الدول اللي بتعاني من أزمات مادية وفي المقابل كان الاتحاد السوفيتي بيدعم الثورات والانقلابات في الدول دي وبحيثين كتير بيعترفوا بأن التنافس من الناحية الفكرية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة كان بيتفاقم بشكل رهيب لغاية عام 1939 ساعتها وقع الاتحاد السوفيتي مع ألمانيا اتفاقية تجارية تنص على شراء المعدات العسكرية والمدنية من ألمانيا مقابل المواد الخام السوفيتي بالإضافة لتوقيع وزراء الخارجية في الدولتين ولوتوف من الاتحاد السوفيتي وريبنتروب من ألمانيا النازية وده لمعاهدة عدم الاعتداء المعاهدة دي كانت بتنص على بقاء كل من ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي على الحياد في حالة تعرض أحد الطرفين لهجوم من طرف ثالث والحقيقة إنها كانت بتتضمن كمان بروتوكول سري بيتعلق بتقسيم شمال وشرق أوروبا لمناطق نفوس السوفيتي وألماني وكانت أول خطواتهم في الالتزام باتفاقاتهم دي هي اشتراكهم في ضرب بولندا في 1 سبتمبر 1939 لكن تم خرق المعاهدات دي كلها أثناء الحرب العالمية التانية بعدما أمر أدولف هتلر بغزو أراضي الاتحاد السوفيتي فغير جوزيف ستالن توجهاته ساعتها وعقر اتفاقية جديدة مع بريطانيا وبعد قصف اليابان لميناء بيرل هاربر اضطارت الولايات المتحدة إنها تنضم للحرب العالمية التانية والاتحاد السوفيتي كان بيواجه ساعتها أزمات صعبة نتيجة القصف النازي على أراضيه فطلب ستالن من بريطانيا والولايات المتحدة أكتر من مرة إنهم يغزوا شمال فرنسا ويشتغلوا على ضرب ألمانيا من الجهة الغربية عشان الضغط على الجابهة الشرقية يقل شوي لكن للأسف كانوا كل مرة بيوعدوا بإنهم هيبدأوا في تنفيذ اقتراحه ده لكن خطاتهم كانت بتتأجل أسباب غير معروفة عدد من الخبراء والباحثين بيعتقدوا إن السبب في تأخر الحلفاء في مساعدة الاتحاد السوفيتي كان محاولة ذكية منهم الإرهاق الاتحاد لأقصى درجة بحيث إنه يخرج منهك ومدمر تماما من الحرب العالمية وبالفعل ده اللي حصل وأكبر قدر من الخسائر في جانب الحلفاء كان من نصيب الاتحاد السوفيتي اللي خسر أكتر من 27 مليون بني آدم ما بين عسكريين ومدنيين بالإضافة لخسارة مادية تقدر بمليارات الدولارات ده غير طبعا تدمير البنية التحتية والمصانع بشكل كامل لغاية ما انتهت الحرب بعد قصف الولايات المتحدة لليابان بقمبلتين ذريتين وساعتها اشتاعة للصراع مرة تانية بين أمريكا والاتحاد السوفيتي وأصبح جوزيف ستالين مشغول بالوصول لسر السلاح الجديد ده بأي تمن وهنا بدأت الحرب الباردة تاخد مصار أكتر جدية بين أكبر قوتين عظميين في العالم وده لأن النزاع ما بينهم اتحاول من نزاع على الايدولوجيات الشيوعية والرأس المالية لنزاع على فرض السيطرة وكانت أول معالم الصراع ده هو التنافس في التسليح بين البلدين وبالفعل نجح الاتحاد السوفيتي في إجراء أول تجربة لسلاح ناوي معروف باسم RDS-1 واللي كان في صحراء كزاخستان بتاريخ 29 أغسطس 1949 في الوقت ده كانت الولايات المتحدة وصلت لسلاح جديد له قوة تدميرية أكبر وهو القنبلة الهايدروجينية لكن بعدها بشهور قليلة كان العلماء السوفيتي وصلوا لسر اختراعها عشان تتساوى الكفة مرة تانية بين الدولتين في مؤتمر بوتسدام اللي اتعمل بعد انتهاء الحرب العالمية التانية مباشرة اجتمع الدول الحلفاء الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمة وفرنسا عشان يحددوا مصير أغلب دول قارة أوروبا بالإضافة لتأسيم الأراضي الألمانية ما بينهم وساعتها وزعوا رقعة ألمانيا ما بينهم بالتساوي وأصبحت ألمانيا الشرقية من نصيب الاتحاد السوفيتي أما ألمانيا الغربية فمن نصيب باقي دول الحلفاء ووفقا لأراء الخبراء فكانت ألمانيا تحديدا هي الصراع الأهم في أوروبا لدرجة أن وزير الخارجية السوفيتي فياتشي سلاف مولوتوف صرح ساعتها ما يحدث لبرلين يحدث لألمانيا وما يحدث لألمانيا يحدث لجميع الدول أوروبا وبالرغم من عداء الشعب الألماني في الجانب الشرقي للفكر الشيوعي وسعيهم لإسقاطه في الانتخابات إلا أن الاتحاد السوفيتي تمسك بحقه في استغلال وحكم الجزء الشرقي من ألمانيا باعتباره ضمن مكاسب الحرب وفي المقابل كثفت باقي دول الحلفاء جهودها للنهود بألمانيا الغربية عشان تحرد باقي دول أوروبا على رفض الشيوعية والانضمام للرأس مالية لغاية ما حصل حصار برلين في يونيو 1948 الاتحاد السوفيتي كان أصدر أوامر صارمة بعدم مغادرة أي شحنات بالسكك الحديدية وده بدون إذن القائد السوفيتي وكان بيجبر القطارات والشاحنات أنها تخضع للتفتيش السوفيتي بشكل إجباري وسياسات الاتحاد السوفيتي في نهب ثروات الشعب الألماني قدت لتظاهر الحالة الاقتصادية هناك تماماً لدرجة أن الشعب الألماني نتيجة التضخم وطباعة السوفيتي لعملات المارك الألماني بدون احتياطه من الدهب كان بيلجأ للسجاير كبديل للنقود وفي المقابل اشتغلت الولايات المتحدة على إصلاح المارك الألماني واقترحت على الاتحاد السوفيتي أنهم يصنعوا عملة جديدة كمحاولة لإنقاذ ألمانيا لكن جوزيف ستالن رفض الاقتراح ده وكانت النتيجة أن الولايات المتحدة بدأت في تنفيذ مشروعها بإنتاج عملات جديدة تكون بديل للمارك الألماني واجتمعت بباقي دول الحلفاء في مؤتمر لندن عشان يدمجوا مناطق نفوظهم مع بعض استعداداً لإقامة حكومة مركزية في ألمانيا ففرض الاتحاد السوفيتي حصار على برلين الغربية عشان يجبر الحلفاء على الخروج والانسحاب منها إلا أن الحلفاء تمسكوا بمواقعهم وأمروا بإنشاء جسر جوي لمدة سنة كاملة طبعاً عشان يمدوا الألمان الموجودين في برلين الغربية بالمؤن واللي واصل عددهم ساعتها الأكتر من 2 مليون مواطن وانتهى الحصار بعد الإعلان عن جمهورية ألمانيا الغربية الرأسمالية وجمهورية ألمانيا الشرقية الاشتراكية في أواخر عام 1949 بعدها بشهور قامت حرب أهلية في شبه الجزيرة الكورية وده لأن الجزء الشمالي فيها كان بيخضع لسلطة الاتحاد السوفيتي أما الجزء الجنوبي فكان خاضع لسيطارة لجنة الأمم المتحدة المؤقتة لكوريا بقيادة الولايات المتحدة رئيس كوريا الشمالية كيم إيل سونج كان بيسعى لتوحيد كوريا مرة تانية وطلب مساعدات من الاتحاد السوفيتي وجمهورية الصين الشعبية عشان يشن حرب على الجزء الجنوبي من البلاد وبالفعل قدر يحصل على الدعم المادي والعسكري منهم وهاجم كوريا الجنوبية بغرض توحيد البلاد مرة تانية وفي المقابل كثفت الولايات المتحدة جهدها لدعم جيش كوريا الجنوبية عسكريا وماديا كمحاولة منها للانتصار على المد الشيوعي وبالرغم من أن استمرار الحرب لمدة 3 سنين فقط إلا أنها انتهت بوقف إطلاق النار بدون الوصول لحل جاد لإنهاء النزاع الحدودي بين الشمال والجنوب وحتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مازال الجزء الشمالي منفصل تماما عن الجزء الجنوبي إلى الآن قبلها كانت الولايات المتحدة أسست منظمة حلف شمال الأطلاسي المعروف باسم منظمة النيتو وكان الهدف من إنشاء المنظمة دي هو عمل منظومة دفاعية عالمية باشتراك 3 أعضاء دائمين هم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وده للرد على أي هجوم يقع من أطراف خارجية وكانت ألمانيا الغربية من أوائل الدول اللي انضمت للحلف ده وفي المقابل أسس الاتحاد السوفيتي في عام 1955 حلف وارسو وهو عبارة عن معاهدة صداقة وتعاون مشتركة بتجمع الاتحاد السوفيتي مع سبع جمهوريات اشتراكية تانية من الكتلة الشرقية عشان يكون هو المعادل لحلف النيتو في المنطقة وبعد تكرار محاولات هروب المواطنين من ألمانيا الشرقية التابعة للاتحاد السوفيتي وحلف وارسو إلى ألمانيا الغربية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية وحلف النيتو قرر الاتحاد السوفيتي في 13 أغسطس عام 1961 إنه يبني جدار في وسط برلين بطول 155 كيلو متر عشان يقسم العاصمة الجزئين والجدار ده تعرف في ألمانيا الغربية باسم جدار العار بالرغم من حرص الاتحاد السوفيتي على تسميته باسم الستار الحديدي وكان الهدف منه هو السيطرة على محاولات الهجرة من الجزء الشرقي للجزء الغربي خاصة إن أغلب المهاجرين كانوا من طبقة المفقفين والعلماء والأطباء في منتصف الخمسينيات قامت حرب أهلية في فيتنام بين الجزء الشمالي المؤيد للشيوعية وبين الجزء الجنوبي اللي كان مؤيد للرأس المالية وكالعادة أنفق الاتحاد السوفيتي مع جمهورية الصين الشعبية مبالغ راهيبة وتسليح عالي لدعم الجزء الشمالي في فيتنام إلا إن الولايات المتحدة المرة دي قررت إنها مش هتكتفي بالدعم المادي فقط للجزء الجنوبي بل أصرت على إنها هتشارك بجنودها في صد الهجوم عن جنوب فيتنام بغرض القضاء على الشيوعية في الجزء الشمالي من البلاد واستمرت الحرب لغاية عام 1973 وانتهت بهزيمة الولايات المتحدة بعد ما نجح الجيش الشمالي في الدفاع عن وحدة أراضيه ودي كانت صفعة قوية على جبين الولايات المتحدة وإعلان رسمي بتفوق الشيوعية على الرأس المالية وبما إنها كانت حرب بالوكالة وفقا لأراء أغلب المحللين السياسيين والعسكريين فكانت النتيجة أن الولايات المتحدة قررت أنها تستخدم نفس الاستراتيجية دي مع الاتحاد السوفيتي عن طريق استدراجه في حرب غير مباشرة داخل أفغانستان بعد نجاح رئيس الوزراء الأفغاني محمد ظاهر شاه في الوصول للحكم عن طريق انقلاب عسكري في 17 يوليو 1973 انشق الحزب الماركيسي هناك المعروف باسم حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني لقسمين متنافسين ونتيجة لديكتاتورية محمد ظاهر شاه في إدارة أفغانستان من خلال الإطاحة بالمعارضة واعتقال قدتها تمت الإطاحة بيه والانقلاب عليه وإعدامه بواسطة نور محمد طراقي اللي كان وقتها السكرتيري العام لحزب الشعب الديمقراطي الأفغاني وبعدها نصب نفسه كرئيس للمجلس السوري ورئيس الوزراء لجمهورية أفغانستان الديمقراطية في إبريل 1978 واشتغلت حكومته على تطبيق برنامج ماركسي الإسلوب في إصلاح البلاد من خلال إصدار مراسم بيطلبوا فيها بإجراء تعديلات على عادات الزواج وإصلاح الأراضي وطبعاً القوانين دي كانت مرفوضة نهائياً عند السكان الأفغان المتدينين والمعروف عنهم التزامهم بالتباع التقاليد وإنهم الشديد للارتباط بالإسلام وساعتها قامت حرب أهلية في أفغانستان زي ما تكلمنا عنها في فيديو أسامة بن لادن والحياء أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت داعمة بشدة للإسلاميين والجهاديين باعتبارهم ضد الحكومة الماركسية اللي كانت مدعومة من الاتحاد السوفيتي وفي يوليو 1979 بدأ الاتحاد السوفيتي في إرسال الكتائب العسكرية لدعم الحكومة هناك وأنفق مبالغ طائلة ومعدات عسكرية للدفاع عن الشيوعية والماركسية ضد الطيار الإسلامي المعارض المدعوم من الولايات المتحدة واستمرت الحرب لمدة عشر سنوات تقريبا وانتهت بنسحاب القوات السوفيتي بعد إنهكها في حرب بالوكالة بغرض إضعافها وبالرغم من أن الخبراء العسكريين بيعتقدوا أن حرب أفغانستان وحرب فيتنام وحرب كوريا وحصار برلين كانوا أهم الصراعات في الحرب البردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي إلا أن عدد كبير من الباحثين بيؤمن أن أزمة الصواريخ الكوبية هي أهم الصراع بين القوتين العظميين وده لأنها كانت هتتسبب في قيام حرب عالمية تالتة وكان المرجح ساعتها أنه هيتم فيها استخدام الأسلحة النووية في عام 1958 أعلنت بريطانيا العظمى عن مشروعها العسكري الأهم والمعروف باسم مشروع إيميلي وهو عبارة عن نشر الصواريخ نووية متوسطة المدى من طراز ثور IRBM داخل قواعدها العسكرية وبعدها بتلت سنوات تم نشر صواريخ نووية من طراز جوبيتر IRBM في إيطاليا وتركيا وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر أدرع على قصف الأراضي السوفيتية وتحديدا موسكو بترسانة نووية مكونة من حوالي 100 صاروخ ذات رأس نووي من خلال الأراضي دي فاضطر الاتحاد السوفيتي أنه ينشئ قواعد عسكرية لصواريخ نووية داخل أراضي كوبا بالاتفاق مع الحكومة هناك وعن طريق طائرة التجسس الأمريكية لوكهيديو 2 اكتشفت الولايات المتحدة المؤامرة السوفيتية دي وبناء عليه الرئيس الأمريكي جون كينيدي طالب الاتحاد السوفيتي بإزالة وتفكيك أي قواعد صواريخ مبنية أو تحت الإنشاء في كوبا وفرض على الحكومة الكوبية حظر عسكري وحرمها من استلام أي شحنات عسكرية فرض عليه الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف برسالة قصيرة بيهدده في نهايتها بشكل ذاكي وبيقول حظر الملاحة في المياه الدولية أو المجال الجوي يشكل عملا من أعمال العدوان تدفع البشرية إلى هوية حرب صواريخ نووية عالمية لكن الرئيس الأمريكي جون كينيدي نجح في إقناع الأمم المتحدة بأنها تضغط على الاتحاد السوفيتي عشان يفكك ترسانتو النووية من أراضي كوبا وفي المقابل تعهد الرئيس كينيدي بعدم غاز وكوبا بالإضافة لإزالة ترسانتو النووية من تركيا وإيطاليا وحب أقولك أن الأولى المفاوضات دي كان احتمال كبير جدا أن الاتحاد السوفيتي يبادر بقصف الولايات المتحدة نوويا وتقوم ساعتها أكبر حرب بالأسلحة الذرية والإحتمال كانت تتسبب في تدمير الكرة الأرضية كلها واستمر الصراع بين أهم مركزين للقوة في العالم لغاية ما أصدر المجلس الأعلى للاتحاد السوفيتي الإعلان رقم 142 اللي أعلنوا فيه الاعتراف باستقلال الجمهوريات السوفيتية وإنشاء رابطة الدولة المستقلة عشان تحل المحل للاتحاد السوفيتي وده بعد ما أعلن آخر رئيس للاتحاد السوفيتي ميخايل جورباتشوف استقالته وتنازلوا عن جميع صلاحياته في إدارة الأسلحة النووية للرئيس الروسي بوريس ييلتسن وساعتها انتهى تماماً الفكر الشيوعي المنافس للرأس مالية من العالم وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي المهيمنة على عرش الدول وأسست النظام العلامي الجديد وصرح الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بأن روح التعاون هتسود أخيراً من جميع القوى العظمى وبكرة تكون نهاية حلقتنا النهاردة ويريد تقولنا في التعليقات إيه رأيك في الموضوع وما تنساش اللايك والاشتراك وتتفرج على الحلقات اللي فاتت وتستنى الحلقات لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر